اشتركوا في القناة دكتور هل يتغير العمل في وزارة الصحة خلال فترة شهر رمضان المبارك لا شك ان وزارة الصحة ليست استثناء بنسبة لباقي الوزارات لكن بالتأكيد مواعيد العمل قد تعمل يعني قد تتغير فتبدأ من 9 لساعة واحدة ومن 9.5 لساعة واحدة ونص هذا حسب ما يصدرها ديوان الخدمة المدنية كاجراء عادي لكن ما يخفيك ان وزارة الصحة خدماتها تشتغل 24 ساعة وتغطي المستوصفات تغطي المستشفيات تغطي كل مناطق الكويت ويعني حنا من الاشياء اللي نفخر فيها دائما ان عندما نتكلم عن بناء تحتية في وزارة الصحة تخدم الرعاية الصحية فاحنا نتكلم عن 120 مستوصف ولكويت من الدول القلائل اللي امانة في اي منطقة سكنية ممكن وصول لأي مستوصف خلال عشر دقائق بالسيارة وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى الجانب الآخر لما نتكلم عن الدوام نتكلم عن نمطية قد الناس مثلما يصير أحيانا غبار يصير مطر في البداية تخف خنقول عدد المراجعين للطوارئ وربما العيادات لكن بعد الافطار تنشط الناس يعني دائما الناس تواعد بعضها عقب الفطور عقب الفطور فهنا هذه النمطية تختلف أكو نمطية بالنسبة لرمضان رمضان عادة تهدى النفوس تهدى حتى الشكاوي والناس تميل إلى الراحة والاسترخاء وتختلف من مكان لآخر وحسب طبيعة العمل في ناس تنام وتقوم عقب الفطور وفي ناس يحلو معاها السهر خاصة مع تأخر الدوام لكن إذا تكلمنا عن الموظفين بوزارة الصحة لا شك أنهم مواصلين ويعملون هذه العمل بحرفنا في نمطية بالأمراض يعني أنا أذكر من أيام التدريب كان أذكر اللي أكبر مني يقول اللي يدير بالك عندد الأفطور الأفطور عادة أنا أغتنم حقيقة هذه الفرصة أوجه رسالة اللي أولي أولي أمور الأسر سر زحمة في المطبخ فاللي عنده طفل صغير اللي عنده عزيمة وممرتب أمره دائما تحصل حروق حوادث زلق على السراميك ما المطبخ وتحصل حوادث الحروق في الفترة هذه بعد الفطور اللحظه يصير تخمة اللي يكثر وما يعطي ثلثن لنفس الشرابة وثلثن لطعامه وثلثن لنفسه هذا عادة أنه يكون يا إما غصب يتنفس يا إما يدخل في نوبة استفراغ أجلكم الله أو أسهال أمور هذه تأخذ في عين الاعتبار الشغلة الثانية المهمة اللي نحذر منها حقيقة اللي هي حوادث الطرق حوادث الطرق قبل الأذان مخيفة ليش لأن الولد يقوم من نوم أو يام الشغل اخذ هاله ريسة حق بيت خالتك قاعد ننطرك على الفطور كذا في ينسى نفسه مع السرعة وإذا لم يكن هناك تحكم لم يكن هناك خبرة لم يكن هناك احترام للطريق ولم يكن هناك في الكويت ترى ليس فقط أنك تحسب حساب أنك لا تدعم يجب أن تحسب حساب أنه لا يدعمونه فهذه من ضمن الأشياء عند الإشارة يوقف لا يوجد فيه سيارة ثانية فأيضا نحن نوجه نداء حقيقة لأبنائنا وبناتنا أنه وقت الفطور وجاء لا تستعجلون اللي متأخر عليكم واللي يسوق السيارة إذا عنده موعد قبيل الأذان يعطي نفسه براح يروح قبل بوقت مريح على الأساس لا يدخل في عملية السرعة اللي قد تؤدي إلى مالك وهذه نسمعها شغلة ثانية نتذكرها من رمضان وعادتنا حتى في ناس يعني معروفين أنه يحرص على المشي قبل الفطور ويهوس على نفسه وتحصل وفيات بين فترة وأخرى لأشخاص نحن نعرف ونعرف صراحة واحد من الفنانين واحد من الأهل اللي كان يهوس على نفسه في قضية الرياضة ثم يدخل يأخذ شوار ساخن أو كذا فجأة يسقط ويتوقف القلب عن العمل فبالتالي أيضا تدرج في مثل هذه الأمور لأن أنا أفهم من الناس هالأيام عندنا موض كل يريد أن يخفض وزنه وفي نفس الوقت بقدر ما أن هناك مجموعة في رمضان يعني توعد نفسها بتخفيف الوزن مجموعة أخرى يزيد وزنها وهم هيئين نفسهم يقول لك برمضان أنا أف يعني على القيمات على الحلويات على الأطباق الشهية اللي ما لذها وطاب لا شك أننا في مساحة من زيادة الوزن هذه من ضمن الأشياء اللي نراها في رمضان والكبير علمنا صغير والطبيب الاستشاري علم اللي أصغر منه الجانب الآخر لوزارة الصحة اللي هي فرق الطوارئ حقا نحن نحترمهم وايد ونثمن كثير شغلهم ويمكن تلاحظونهم الآن في صلاة التراويح في المساجد ويمكن مسجد السوق الكبير يعني المسجد الكبير لما ما شاء الله في العشر الأواخر يرتفع عدد المصلين إلى الآلاف لا شك أن هذا يستدعي مرة فرق الكشافة مرة استعداد من الطوارئ مرة يعني الآن حين تطورت الطوارئ يعني أصبحت مجهزة للإسعاف الأولية أو للتدخل المباشر مرة بشحنات الكهربية للقلب مرة للتنفس حق الرب وكل هذه الأشياء والناس طبعا تتسابق على فعل الخير أحيانا ما تأخذ في عين الاعتبار الزحمة الحر الطريق اللي قد يطول من مكان لآخر إذا أنت تروح بوقت مناسب مع الزحمة أحيانا تتسكر طرق تبتح طرق أخرى المواقف تبتعد عن المسجد هذه كلها للشخص اللي ما عنده اللياقة الطبية أو لم يخوضها أو لم يستعد لها قد تكون لها مفاجئة تتحول إلى أعراض أو أمراض لكن في كل أحوال هذه من ضمن الأشياء اللي وزارة الصحة تحرص عليها وتعامل معها دكتور يعني كلها النصائح اللي حضرتك تفضلت فيها وأيضا الملاحظات اللي قلتها يعني بصفتك المتحدث الرسمي باسم مزارة الصحة هل هذه الملاحظات اللي قاعدة نسماح منك أيضا نقلتوها إلى وسائل التواصل الاجتماعي يعني كنتوا إقراب من الناس توصلوا لهم المعلومة أول بأول إحنا طبعا رمضان موسم ذو خصوصية دائما نقرن نصيحة بالدين مرة ومرة في شرائح معينة من المرضى يجب حقيقة أنه تقص الحق من نفسه يعني اللي عنده سكر بالأبر يأخذ إنسولين هذا يجب أنه يستعين بطبيب المعالج عشان ينظم له الجرعات مرة ويقول لشي الأشياء اللي سويها والأشياء ما سويها اللي عنده مثلا أمراض مزمنة مثل الضغط مثل الروماتيزم مثل أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي هذه لازم حقيقة يراجع طبيب المعالج عشان ينظم الجرعات اللي يأخذها في الموضوع هذا أحيانا الطبيب المعالج يقوم بهذا الشيء لكن فيه إذا تشوف يعني خنقول حتى أرشيفت الفيزيون الكويت تلاحظ كل سنة ثلاثين حلقة من أمراض مختلفة لا تترك مجالا مريض القلب مريض الحصو الكيلة مريض اللي عنده جفاف مريض اللي عنده ضغط مريض اللي عنده يعني خنقول أسنان مشكلة بالجهاز الهضمي بالعيون كل هذه الأمور لها خصوصية وأخذ فعلا لاعتبار المرأة الحامل والشغلات هذه ودائما أنا أذكر أما كنت مسؤول يمكن زاملتك في القبس أيام المحرر الصحي أحيانا تتفاجأ تعد الصفحة سريعة خفيفة مليئة بالمعلومات وتتوقع ردة فعل عليها ما يصير شيء وأحيانا تحط يعني قضايا فقهية فيها جوز وما يجوز وكيف تتعامل المرأة الحامل أو الحيض أو وأنت تعتقد أن الموضوع ممل لكن فجأة يأتي كمية استفسارات ومتابعات تبين أن هناك ناس مهتمة وسبحان الله كثير من الأسئلة والاستفسارات تنعاد نفسها في كل موسم رمضان فباختصار حقيقة هذه الأشياء نحن موجودة عندنا بالأرشيف في برامج إذاعية في برامج تلفزيونية في حلقات تتلاحظ حتى الصحف والجرائد ثلاثين حلقة تحاكي كل مرضى وكل مريض حسب مرضى في الأشياء اللي لازم يعملها الجديد على الساحة اللي هو السوشيال ميديا اللي هي وسائل الإعلام الرقمية أمانتنا الآن يعني نحن نفخر حقيقة أن وزارة الصحة لها حضور والتابع مو بس الأيام العالمية لكل الأمراض مبغيت ربو مبغيت السلامة مبغيت حوادث مبغيت سمنة ضاقت سكر منتشرة هذا العام تلاحظ أن هناك تركيز على تحويل البرامج التلفزيونية والإذاعية إلى رقمية ميزتها أن الفيديو كليب صغير ممكن ينتشر على مساحة أوسع هذا واحد اثنين ممكن التواصل مع خطوط ساخنة تضعها دائما مزارة الصحة ثلاثة ممكن تستشف من خلال محركات البحث ترى كذا نصيحة فأنت مثل ما يقولون قص الثوب الذي ترى بما يناسبك يعني حنا من ضمن الأشياء التي نكتشفها كثيرا الناس لا يشربون ماء وتستغرب يعني غلاس ماء أول الصبح قبل النوم حاجة الجسم له هذه من ضمن الأشياء فما بالك لمن يرمضان يعني لنزم الشخص يكون عنده تروية لجسمه وخاصة نحن داخلين على الحر نحن نحن شهر خمسة فبالتالي هذه من ضمن مداخلين على ستة يعني هذه من ضمن الأشياء التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار التي هي التروية وما تشرب كل الماء مرة وحدة في أول قاعدتك قبل الفطور أو عقب الفطور لا عاول أنه بين كل فترة وفترة الأبريكات التي تسويها مثل الفواصل الإعلانية في البرامج بين الفواصل الرمضانية أنك تشرب سوائل بصورة عامة والماء بصفة خاصة لأن فعلا هذه من ضمن الأشياء التي تشدها حيل وتعوض النقص وخاصة خاصة في بعض المهن بطبيعة عملهم يكونون خارجية ما يتمتعون بجو مكتبي وتكيف وكذا هؤلاء بالذات يحتاجون نوع من الرعاية والتوصية لهم دكتور هذا الكلام الذي قاعد نقول هل هو الواحد مثلا المائدة موجودة الصماط موجود في كل أنواع وبالتالي عملية التوازن بحيث أني أنا آكل لأبي ولكن ما أزوركم بالمستوضة أنا متأكد أن في هذه اللحظة كثير من الأخو والأخوات يروحون العمرة لأن تحلو العمرة الصراحة في رمضان وتلاحظ التجمع الذي هو روحاني وأخوي إن بغيت وذو طبيعة خاصة التي هي التجمع المعتمرين أو المسلمين على موائد ممدودة حوالي الحرم المكة الشريف أو في المسجد النووي لها خصوصية تلاحظ ترى الشغلة خفيفة تمرة وفنيان قهوة تمرة وربما شراب يكون لبن أو كذا بعد الصلاة يروحون يأخذون الوجبة يعني خنقول الرئيسية وفي بعضهم يأجلها عساس يحافظ عليها إحنا هني اللي ودنا ننصح فيه حقيقة أنه يالي نتبع نفس الأسلوب على مائدة ممكن يأخذ تمرة وقهوة ممكن يأخذ تمرة وشوربة وبعدين يأدي صلاة المغرب ويرجع هذا يأتي مساحة في أنه الجهاز الهضمي بصورة عامة والمعدة بصفة خاصة تبدأ تستعد بعد صيام يعتمد 12 ساعة 14 ساعة 16 ساعة يكون فيها الجهاز الهضمي هدى ويمال إلى الراحة والخمول أنه لا تدخل عليه بكميات مفاجئة أحيانا سبب مغص أحيانا يكون لها ردة فعل خاصة إذا الجرعة أكبر من الطاقة الاستيعابية للمعدة أحيانا أو لأسباب أخرى فهذه من ضمن الأشياء التي ننصح فيها ننصح على الرغم من كل إغراءات السكر والحلويات أنه يبتعد عنها وإذا كان ولابد يأخذ بالمعروف أنا أدري يصير تنافس بين البيوت وإحنا في الثلث الأول من رمضان يكون هناك دواوين وكل دوانية صج هذا موسم يعني يحسدون عليه بره في الكويت الذي هو التزاور وأعرف كثير من أهل الكويت المسافرون بره يفتقدون صوت الأذان يفتقدون الصلاة ويفتقدون زيارات الدواوين وأعرف بعضهم يكمل فترة نصر رمضان في الواجبات أو التوجيب الاجتماعي والجانب الروحاني في هذه القضية ثم يسافر فهذه من ضمن الأشياء التي تأخذ في عين الاعتبار أن الواحد يقلل القدم المستطاع الداخل انصح التعبير في الجهاز الهضمي لأن هذا ليس لزيد الوزم تلبك المعدة التنفس هذه تختلف من شخص لآخر لكن من الأعراض الشائعة التي يجب أن تأخذ في عين الاعتبار دكتور أريد أن نتكلم أن يكون واحد في البيت أو الأسرة يكون أهم الأطباء لداخل البيت في أن إذا عندهم واحد كبير في السن مثلا أهم عيال الفاهمين المهتمين أن يتابعون حالته أن أهم أيضا بالبيت يتابعون هذا الشخص أشكرك جدا هذه الحقيقة مهمة جدا جدا أنا أذكر إحدى الزميلات كانت مسؤولة عن مستوصف الرحاب وكان عندها حوالي 300 سيد وسيدة يحتاجون سيارة تدور عليهم تطعون أبد الأبر أو تعطيهم أبر الإنسولين وكذا طبعا هذه مثل عب لوجستي لكن هي وضعت لهدف وضعت لنفسها غاية وقابلت التحدي واستطاعت أن تدرب هؤلاء المرضى أو أهاليهم أو أبنائهم أو أحفادهم في كيفية يعني إعطاء الحقن للإنسولين وكيفية قراءة المستويات السكر وكيفية تعديل الجرعة فتخيل 300 صارت صفر فهذا كان يعني إنجاز بنفس المنطق اليوم لما أنا أعرف كذلك يعني أمانة أموم الكتاب إن في أسر كل الأكل يكون محطوط جنب السفرة عدد السعرات الحرارية الكالوريز مالتها فلا تاكل هذه هذه الكثير كالوريز هذه الكثير كالوريز لا وبعد في منهم يعني وصلوا لمرحلة إنه إذا زاد في عدد السعرات الحرارية يحدد نفسك كثر رح يلعب رياضة عشان يحرقها لا شك إنه هذه تعتبر بادرة ثقافة كبيرة اليوم نفخر حقيقة في الكويت مستوى التعليم يعني عالي نفخر أن التطبب مجاني نفخر بأنه وفرة الأدوية والحقن وكذا متوفرة فخليه سير فيه شراكة تحمل مسؤولية الصحة هذه تأتي من خلال تعليم المتقاعد مرة أبناء أحفاد المرأة الحامل الطفل الصغير المسنين كلهم حقيقة شرائح لها خصوصية يمكن التعامل معها أنا أدري أحيانا نسولف على هذه السوال لكن كبار السن يكونون يعني راسم يابس أنا أذكر عندي في البيت بعض الكبار السن الله يحفظهم لما تقول لها أنت عندي سكر لا تصومين كل عقوب هالسنين ما أصوم والله استحي استحي من ربي فتخيل أنت بقدر ما تحترم فيها هذا الجانب لازم تأكد عليها أنه كيفية تنظيم الجراءات لأنه ما نريد يعني مثلا بهذا الداثع وحدثت خلفيه هبوط بالسكر أو نوبة سكر عالية هذه تحتاج نوع من الدقة والتأقلم ويمكن هذا يضع الدور كبير ربما على المستوصفات على طباء السكر في ترتيب يعني خنقول ملتقيات للأسر للمرضى بنين وبنات كبار السن وصغار أنه شنو النصايح العامة اللي يجب أنه يأخذها في عين الاعتبار المريض وبنفس السياق ربما الصحي وبالتالي أنا اليوم ليس فقط أتكلم عن مستوصف ومستشفة ومراكس ومجتمع حتى الجمعيات النفع العام عندنا جمعية طبية عندنا جمعية الصيدل عندنا الطباء الأسنان عندنا العلاج الطبيعي والجمعيات كلها تصب في متخصصات الطب كل منهم عند خبرة تراكمية وده يوصلها للجمهور في هذه يعني خنقول المناسبة أو هذا الموسم يريد أن يخاطب برضاه أنا متأكد تلفزيون الكويت دائما يفتح ذراعه للتواصل مع الجمهور عبر بوابة الصحة وأصحاب الخبرة حقيقة خل يعني يحتسبون عند الله سبحانه وتعالى اللي يخدم عشر أو عشرين سنة وعند نصيحة يعتقد أنها ذهبية يريد أن يوصلها بدءا بالغداء وانتهاء بالدواء ومرورا بالسلوك الصحي الإيجابي اللي يجب أن يصل أعتقد مثل هذه فرصة أيضا نوصلها للجمهور كريم تأكيدا لكلامك يعني وإضافة لكلامك دكتور أحمد ودنا أن تكلم يعني ما هو يعني الآثار السلبية هل تعانون من آثار سلبية من الأشخاص أصحاب الفتاوي الطبية نحن نقعد بالدوانية أو بالبيت وأحد مريض نقول له أنا أخذت الدواء الفلاني أو أقول يعني أصير طبيب حقه وممكن هو يأخذ بنصيحة ممكن الحبوب اللي أنا أستخدمها هذه الممارسة مخصة برمضان نحن نعاني منها طول السنة أمانة اللي عنده حكة أو طفح جلدي يأخذ دواء وبعدين يدور فيه على كل الربع إذا قال أنا أهرش قال له أخذ ما يسأل عن طبيعة مكان لون الشغلات هذه خلاص هي عنده قالب للحكة قالب للصداع قالب للربو وكل عنده نفس الشيء وهذا خطر لأنه فيه فروقات ذاتية وفيه مضاعفات قد يكون شخص داخل مرحلة المضاعفات وهذه أيضا ننوه فيها أنه أحيانا الإنسان لما يرتاح الأدوة بين فترة وفترة لازم يسوي فعوصات يتأكد شنو وضاعف الكلا وضاعف الكبد التنفس الجهاز الهضمي فبالتالي لا يمكن الاستمرار مثلا مدة سنة على نفس الدوة دون طبيب معالج ما يشوفك يحط له موعد ما يطلع والله أنا بيبس الدوة يروح يأخذها من الصيدلية أو يدبر حاله ويأخذها هذه من ضمن المخاطر التي نخاف فيها على الناس الآن عندما نتكلم عن رمضان لا شك أن الخبرات مفيدة أن الواحد يقول مثلا تأكل بها الموعد يجتنب بها الغذاء خلنا نتمشى مع بعض في جانبها الإيجابي جانبها السلبي اللي هو ممكن لواحد يوزع الدواء أو يعني يعدل جرعات بناء على تجربته ويوصفها للآخر هذه شوي يعني ممكن تؤدي إلى آثار سلبية مثل ما تفضلت الجانب الآخر حقيقة اللي ودي أنا أؤكد عليه أن زملاء الأطباء قد تكون شاطر وقد تكون ماهر وقد تكون مؤهل لازم التأطير الديني لمثل هذه الأوضاع يعني ما يكفي أن أنت تكون الأفضل في مجالك ويا أنا من كندا لما نييك واحد لأن أنت حتى المفتي المفتي أحيانا يقول لك طبيب مسلم ثقة هو اللي يحدد للقضية هذه زين شون أنا أصير طبيب ومسلم باستقة لازم أصير في جرعة أولية من المعلومات وهذا أيضا من ضمن الأشياء اللي أنا أعتقد وزارة الصحة وربما الجمعية الطبية وربما الجمعيات الصحية الأهلية أنه يخلقون مثل هذه المنتديات اللي يلتقي فيها الطبيب المسلم مع المشايخ ويتبادلون كل ما يخطر على البال يعني ما نبي كل مرة يروحون حق المشايخ وكل مرة يوني للطبيب وصير بينهم فجوة لا هذا تي وهني طبعا نعزز اللي تفضلت فيه أنت في بداية الحلقة أهمية الدور الإعلامي في خلق مثل هذه المنتديات والإعلان عنها طبعا مهمة صعبة خاصة مع المسلسلات والأشياء اللي تصير في رمضان لكن أنا متأكد في أوقات معينة ربما قبل الفطور ربما الناس اللي تطلع بالسيار وأنا منهم حقيقة أنا أسمع الرادو بالسيارة هذه من ضمن الأشياء إذا إحنا وقتنا التوقيت المناسب ممكن إرسال رسالة مناسبة إلى شريحة مناسبة في الوقت المناسب لأن نتجنب آثار سلبية مثل ما سميتها في رمضان قد تؤثر على الصحة عملا دكتور أحمد خضر الشط المتحدث الرسمي باسم مزارة الصحة نقول لك العام أنت بخير مرة ثانية وتقبل أطاعتك ووجودك أكيد يعني أثر الحلقة من خلال المعلومات الطبية وأيضا نصائحك الأخوية لإخواننا المشاهدين شكرا جزيلا أياك الله سعيد دائما أن تكرر اللقاء أهلا وسهلا فيك